لم تنقطع أخبار اغتيال واختطاف النشطين والمتظاهرين في العراق على يد الميليشيات المسلحة المرتبطة بإيران بينما تمتنع الجهات الحكومية وأجهزتها الأمنية عن كشفها أو ملاحقتها ومنذ بداية ثورة تشرين تعرض عشرات النشطين العراقيين بينهم فتيات إلى عمليات اغتيال واختطاف في بغداد ومحافظات أخرى أفرج عن بعضهم في ظروف غامضة تخفيها الجهات الحكومية وتنسيبها إلى أطراف مجهولة آخر عمليات الاغتيال لطالة الناشطة علي ناجم اللامي في منطقة الشعب شمال شرقي بغداد بعد عودته من ساحة التحرير سبقها اغتيال الناشط فهم الطائي أمام منزله في مدينة كربلاء بسلاح كاتم للصوت أما عمليات الاختطاف فقد كان آخرها اختطاف ميليشيات مسلحة المتظاهرين أحمد دليمي وأمير الأسدي ومحمد غسان على مقربة من ساحة التحرير مصادر مطلعة تؤكد أن استخبارات ميليشيات الحشد بقيادة أبو إيمان البهدلي هي المسؤولة عن عمليات الخطف بينما تؤكد مصادر أمنية أن المسؤولة عن تلك العمليات هي الأجنحة الولائية وهي تسمية تطلق على الميليشيات التي ترتبط مباشرة بمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي وفي مقدمتها ميليشيات العصائب وحزب الله والنجباء وسيد الشهداء والخراساني النشطون الذين تعرضوا للاختطاف ومن بينهم أطباء ومحامون وصحفيون اختفوا بعد الإفراج عنهم بسبب تهديدهم بالتصفية مع عوائلهم كما أجبروا على هجرة مواقع التواصل الاجتماعي ولم يعلقوا على ما تعرضوا له أو كواليس التحقيق التي جرت معهم وهذا الأمر يؤكد شدة ما تعرضوا له من ترهيب وترويع من قبل جهات لكن هي اليوم تتمتع بنفوذ يفوق سلطة الدولة أو يقودها أصلا بينما يؤكد المنتفضون في الساحات أن عمليات الترهيب التي تمارسها الميليشيات لن تثنيهم عن طريق الثورة الذي بدأوها ولن يحيدوا عنه حتى تحقيق كل أهدافه المتمثلة بإسقاط النظام ومحاسبة أركانه من فاسدين ومجرمين